بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج نسأل الله سبحانه وتعالى الاكثار من الدعاء لصاحب الزمان سلام الله عليه فإن فيه قضاء حوائجنا جميعا كما قال الإمام الصادق عليه السلام طوبى لمن دعى لصاحب الزمان فإن صاحب الزمان يدعو له وطوبى لمن دعى له إمام زمانه فإن دعوة صاحب الزمان ترد عند الله أبدا هكذا كان مضمون الرواية الشريفة عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام كثير من الأخوة والأخوات الذين يعملون كمندوبين للمبيعات يقولون بأنه في الآوين الأخيرة نجد أن الكثير من المبيعات التي نقوم ببيعها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أيام قليلة وترجع إلينا أولا 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 علينا يعني أن ننصح وننصح أنفسنا أولا وأن ننصح الآخرين قدر الإمكان يجب أن تكون لديك مصداقية فيما تنشره في المواقع الاجتماعية حول هذا المبيع ثانيا إذا رأيت بأنك صادق مع الناس مع الآخرين ولكن المبيعات ترجع إليك بعد يوم أو يومين فما عليك إلا أن تكتب سورة الحجر شرط بورقة بيضاء غير مخططة وشرط بخط اليد ليس السنساخ ولا طباعة وتعلقها على عضدك الأيمن والمرأة تجعلها كالقلادة وإن شاء الله يرغب الجميع كما ورد في الرواية يرغب الجميع في الشراء منك وكذلك يوفقك الله للبيع الكثير كذلك لا بأس بأن تقرأ سورة الذاريات بعد كل صلاة يعني عفوا بعد صلاة الفجر أن تقرأ سورة الذاريات دائما وأبدا كأسلوب حياة وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام